تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمقرر انطلاقه الشهر المقبل وتشهد مدينة شرم الشيخ تطورا كبيرا على كافة الأصعدة حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي ستستقبل فعاليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية والمقامة على 33 فدانا تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبل قيمة المناخ كوب 27 حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي ستستقبل فعاليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدانا وهي تحيط بالمنطقة الخضراء التي تقام بها الأحداث الجانبية للمؤتمر وستعرض فيها مصر لجهودها تجاه التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية لهذه التغيرات نحن عندما طاقة الخضراء انشأت على مساحة حوالي 12 ألف متر مربع لحد دلوقتي تقدم لنا حوالي 268 طلب على ان هم يستأجروا مساحات داخل المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء دي زي ما معالي الوزيرة البيئة قالت أو عبرت في أكتر من مؤتمر انها مش مجرد منطقة ولكن هي منصة هتمكن مجتمع الأعمال والشباب المجتمع المدني والمرأة الابتكار كل الأفكار المتعلقة بتغير المناخ ان هم يعبروا عن نفسهم وبجوار المنطقة الخضراء تم رفع كفاءة حديقة السلام البيئية والتي تضم متحف السلام والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى الغابة الشجرية وزيادة المسطحات الخضراء حديقة السلام البيئية هي إحدى إبداعات وزارة البيئة لها أهداف ومردود بيئي عظيم من أجلها إنشاءت الحديقة من ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء الحديقة هي الحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود في سيناء ومن ضمنها حماية وعادة هيل نباتة طبية مهددة بالإنقراض في سيناء وإحنا هنا في حديقة السلام البيئية قدرنا نحافظ على أربعين نوع بإعادة تأهلهم وإعادة زراعتهم في أحواض في حديقة السلام البيئية حديقة السلام أقيمت تحت مصار مهبة الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة ولتعبر عن مجتمع السلام الذي من خلاله يمكن خلق مجتمعات تحافظ على البيئة وتقلل من آثار التغيرات المناخية على العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر